انتبهوا أنا حاولي أن أقف عند آية واحدة حتى أعطيكم أعرض لكم نمطاً من الفهم وإلا سائل الآيات وهي زهاء عشرين آية كما قلت لكم كل منها يقبل التفسير بوجه النظير أو وجه المقارب لكن لو فعلنا هذا لا أصبحت إيه دراسة مطولة لا أصبحت بحثاً علمياً مطولة يحتاج إلى إيه؟ إلى عشر خطب ربما أو أقل أو أكثر لكن نحن نعطيكم نمطاً فقط فلا يحتجن علينا أحد بأن هذا إنساغ هنا لا يسوق هناك نعطيكم نمطاً وعليه فقيسه وهذه سبيل المتعلمين والعالمين وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبين قال بعض العلماء ولا نعم ما قالوا هنا العلم ليس على حقيقتي تعلمون الحقيقة والمجاز المعنى الحقيق والمعنى المجاز العلم ليس على حقيقتي وهو درك الشيء على ما هو عليه لا هذا معنى العلم تعلم الشيء أن تدركه على ما هو عليه فإن كان أصفر علمته أصفر ولم تعلمه أحمر هذا علم وإن كان كبيراً علمته كبيراً ولم تعلمه ضئيراً صغيراً هذا علم وهكذا قالوا العلم هنا مجاز عن التمييز والفصل يعني لنميز ونفصل بين فريقين من الناس فريق المؤمنين المتابعين الصادقين وفريق المنقلبين على أعقابهم بعد إذ جاءهم الهدى والعياذ بالله نسأل الله الثبأت 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 هو أحد يقول لي من أين لكم هذا لا واضح جداً انتبهوا لو كان العلم على بابه لو كان العلم على بابه على المعنى الحقيقي لقال الحق سبحانه وتعالى من قائل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عاقبين هو لم يقول هذا لم يقول لنعلم من ومن إنما قال ماذا؟ لنعلم من يتبع ممن ينقلب أتى بمن هنا من 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 الثانية اسم موصول ليست أي حرفاً ومن الأولى حرف حرف هذا من من لنعلم من اسم موصول يعني الذين بمعنى الذي والذين والتي والأخيرين بمعنى الموصول اسم الموصول لنعلم من 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 إضغام هذا علم القراءات من 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 حرب جر من الابتدائية ولها فروع ومن فروعها من الفصلية من هذه هي من الفصلية النحو يتحدث عن من فصلية من فروع من الابتدائية لنفصل هؤلاء من هؤلاء لنميز هؤلاء من هؤلاء واضح اسمها من الفصلية وإلا ما موقع من هنا من من لم يقل لنعلم من ومن صحيح؟ إنما نعلم من 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 يعني لنفصله لنميز مجاز واضح ما هي القرينة من الفصلية قلنا المجاز أيها الإخوة لا يجوز أن يراد فيه كلا المعنيين الحقيقي وإيه؟ والمجازي لا فقط يراد به المعنى المجازي لقرينة تمنع من إرادة الحقيقي أقول لكم القرينة هنا هي من؟ من الفصلية فصار المعنى لنفصله لنميزه لنفرقه واضح جدا لكن ليت شعري ما هي من الفصلية؟ سهل التي تتحدث عنها ابن مالك وابن هشام المصري في المغني وفي غيره من الفصلية هي الداخلة على ثاني المتضادين للفصل بينهما والله يعلم المفسد من المصلح ما معنها يعلم المفسد من المصلح مستحيل يعلم هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الإدراك إنما يميز الله يميز أنه قال ما قالش والله يعلم المفسد والمصلح يعلم المفسد من المصلح يميز يفرق يفصل هذا من هذا لا إله إلا هو داخل على ثاني المتضادين ما كان الله إلا هو حتى يميز الخبيثة من الطيب شوف هذه من الثاني هذه من فصلية يميز الخبيث من هذا الشاهد الثاني هنا من الطيب هذه فصلية من الفصلية هذا هو إذن عليك أن تفهم كتاب الله وفقا كما قلت لكم دستور البيان والبلاغة هذا من علم البيان طبعا من علم البيان ودى أن تفهمه وفق دستور البيان الإمام أبو عبد الله محمد بن حسين أدام غاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه العجيب الوجوه والنظائر من أهل القرن الخامس الهجري قال العلم يطلق على وجوه ومنها الرؤية ذكر له ثلاثة معاني فالعلم إذا لفظ مشترك العلم لفظ مشترك ما مع لفظ مشترك لفظ مشترك اللفظ واحد والمعاني متعددة الإسم واحد والمصادق متعددة الإسم واحد والمسميات متعددة الفاظ مشتركة الفاظ مشتركة أيها الإخوة أهل اللغة يسمونها ماذا؟ الأضاد الأضاد لكن إيه الأضاد من أقسام المشترك الشيء وضده بلفظ واحد فقد يراد هذا وقد يراد هذا وقد يراد هذا معنى ضوضيذ على كل حال هذا من الاشتراك طيب فقال من معاني العلم الرؤية من معاني العلم الرؤية أم حاسبتهم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله لما يرى الله طبعاً هذه الرؤية أيها الإخوة يوجك أن تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى إظهار علم الله الأزلي إظهار علم الله الأزلي كما قلت لكم في الحلقة السابقة أو في خطبة السابقة علم الله صفة ذاتية لله بمعنى لا تحدث ولا تتجدد علم الله صفة ذاتية لله مثل إرادة مثل قدرة مثل الحياة مثل السمع مثل البصر كلها صفات ذاتية لله لا إله إلا هو لا تحدث بمعنى أنها لا تكون بعد أن لم تكن أعوذ بالله هذا إلحاد أبداً وإنما هي أزلية بوجود الله الأزلي لا إله إلا هو لا تحدث ولا تتجدد أبداً لكن التجدد كما أخبرنا ونقلنا على الإمام الغزالي وغير الغزالي يكون في ماذا؟ أو يصح أن يكون في ماذا؟ متعلقات العلم هذه طريقة تعليق عليها يحتاج إلى محاضرة موضوع ثاني لكن هذه طريقة مرضية لكثيرين من محققين العلماء كما قلنا فالتجدد والتغير يطرق ماذا؟ العلم نفسه الذي هو صفة ذاتية أزلية أم المتعلق؟ المتعلقات أيها الإخوة تعلقات هذا العلم تعلقات هذا العلم الإمام الشيخ الطهر بن عاشور رضي الله تعالى عنه وارضاه في تفسيره العظيم التحليل والتنوير ذكر طريقة لم يذكرها تقريباً سائر المفسرين قال لما لا يكون إلا لنعلم وما في نظائر هذه الآية الكريمة من باب أيها الإخوة من باب التعلق التنجيزي للعلم لكن التنجيزي الحادث أن العلم تعلقاً تنجيزياً حادثاً والحدوث هنا أيها الإخوة لا يطرق العلم الذاتي إنما يطرق ماذا تعلقه يقول الشيخ بن عاشور تماماً كما ذكروا التعلق التنجيزي الحادث في الإرادة والقدرة وهذا لم ينقص من تنزيه الله ولا من كمال تنزيه وتقديسه لا بد أن أوضح وأكشف أيها الإخوة النقاب عن هذا المعنى سريعاً حتى نمطي إن شاء الله إلى شبهة الهداية العلماء العقيدة أي علماء الكلام حين تحدثوا عن إرادة الله وقدرة الله تحدثوا عنهما كالتالي قالوا إرادة الله صفة أزلية صفة أزلية ثابتة للذات العلية أزلاً بثبوت الذات العلية أصلاً صفة أزلية قائمة بالذات العلية الإرادة إرادة الباري يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه ما هو الممكن؟ كل المخلوقات كل الأشياء التي أوجدها الله أو يمكن أن يوجدها بكون فيكون هي الممكنات هذه إصطلحات خاصة تحترم كما هي الممكن أيها الإخوة تتعلق به الإرادة تخصيصاً يخصصه يخصصه الله تبارك وتعالى ببعض ما يجوز علي ببعض ما يجوز علي أن يجعله كبيراً صغيراً أحمر أسود يحيا يموت عالماً جاهلاً هنا هناك إلى أخيره في الزمان في المكان كلها تخصيصات كلها تخصيصات الإرادة تفعل هذا قال السادة العلماء فإن فهمت ولا حفظ الإرادة من حيث هذا المعنى ذاته كانت الإرادة الصلوحية لها تعلق صلوحي وهذا التعلق أزلي يعني الله أزلاً متصب بالإرادة التي تصلح لهذا المعنى أي معنى تصلح لهذا المعنى أي معنى معنى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه هذا يسمى التعلق الصلوحي للإرادة لكن انتبه فإن تعلقت هذه الإرادة بممكن مشخص أو ممكن محدد حتى قبل إيجاده يعني بفلان ابن فلان بالجبل الفلاني بالزهر الفلانية بالخشب الفلانية تعلقت الإرادة بها مثلا أن تكون كذا وكذا وكذا إلى آخرين قالوا بهذا الاعتبار من هذه الحيثية تكون الإرادة تنجيزية وهذا الذي يعرف بالإرادة التنجيزية إذن إرادة صلوحية معنى إرادته إذا لاحظتها من حيث هي كان التعلق الصلوحي وهو التعلق قديم أي أزلي ليس حادثا أما التعلق التنجيزي أيها الإخوة التعلق التنجيزي فاختلفوا فيه بعضهم تحدث عن التعلق واحد تنجيزي وهو قديم وهذا لا يلتأم بكلام العلمة ابن عاشور انتبهوا هذا الكلام بعضهم اختار هذا بعضهم اختار أن الإرادة لها فقط تعلقان تعلق صلوحي ذكرته وتعلق تنجيزي أزلي أيضا قديم غير حادث يتعلق بأي ممكن بأي ممكن بصرف النظر عن هذا الممكن ظهر الوجود أو لم يظهر ظهر وجود أو لم يظهر الإرادة تتعلق طبعا تفصيل هذا الكلام حتى نحذقه يحتاج أيضا إلى درس درس في العقيدة وضوء آخر وبعضهم قال لا بل الإرادة لها تعلقان تنجيزيان تعلق تنجيزي قديم وهو هذا وتعلق تنجيزي حادث بعد وجود الشيء بعد أن تخلقه القدرة بكل فيكون تتعلق به الإرادة يعني مثلا ابنك أنت الذي رزقت مثلا ولدا ابنا أو بنتا الآن تتعلق الإرادة بأن يعطى هذا الولد الاسم الفلاني يلهمك الله وأمه هذا الاسم مثلا نفترض وتتعلق الإرادة تتعلق الإرادة بأن يدخل هذا الطفل ابن مثلا إيه الأسبوع مستشفا آخر ليعالج من مرض خاص تعلقت الإرادة أيضا به هذا تعلق تنجيزي ماذا حادث حادث شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى علي من كبار مشايخ الإسلام المصري الشهير شارح جوهرة التوحيد للشيخ اللقاني شيخ الإسلام الباجوري قال ولكن هذا التعلق التنجيزي الحادث فراجع إلى معنى إظهار التعلق والتنجيز القديم فهما تعلق واحد واكتفأي بالقديم مذهبان على كل حال شيخ بن عشور لاحظة إيه المذهب الثاني أن طائفة كثيرين العلماء تحدثوا عن تعلقين للإرادة تنجيزيين طبعا فصار للهذا كم تعلق؟ ثلاثة تعلقات ثلاثة تعلقات كذلك القدرة القدرة صفاء أيها الإخوة أزلية ثابتة للذات العلية يتأتى بها ماذا؟ غير موضوع الإرادة الآن القدرة يتأتى بها إيجاد الممكن كن فيكون أو إعدامه إفناءه عفوا إعدامه يتأتى بها إيجاد الممكن أو إعدامه أو تكييفه جعله تصيره من حالة إلى حالة من حالة إلى حالة من حالة الصغر إلى حالة مثلا أيه؟ المراهقة الشباب الكهولة الشيخوخة الهرم الموت بعدين هذا الإعدام تمام؟ هذه اسم القدرة ولها تعلق صلوحي فهمتم؟ الذي تصلح له الصفة يعني معنى الصفة هو التعلق الصلوحي لها تعلق صلوحي قديم أما تعلقها التنجيزي فحادث لم يذكروا للقدرة تعلقا تنجيزيا قديما إنما ذكروا تعلقا تنجيزيا الشيخ بن عشور استفاد من هذه الطريقة قال طيب بما أنكم ذكرتم القدرة تعلقا تنجيزيا حادثا ولم يفهم من هذا حدوث صفة القدرة الله أو التأثير على كمالها وتنزيهها وذكرتم أيضا للإرادة تعلقا تنجيزيا حادثا ولم تنتقدحوا بسببه في القدرة عفوا في الإرادة لماذا لا تذكرون للعلم تعلقا تنجيزيا حادثا ابن عشور يقول الآن قد يأتي يعني بعض من شده في علم العقيدة حروفا يسيرة لينكر على الشيخ الإمام الشيخ الإمام ذهن محترم بلا شك يتطرق إليه الخطأ ليس معصوما لكن قل أن يتطرق إليه مثل هذا الخطأ هو أذكى وأوسى علما من أن يتطرق إليه خطأ مثل هذا يفطن له أي طالب علم مبتدئ في عمل العقيدة